في فيديو انتشر شوية على السوشيال ميديا من مبارح فيديو بيقول ان الاسبوعين اللي جايين الحكومة فرضت حظرة جوال على الطرق العامة وان مش هيكون في وسائل مواصلات وكمان في اغلاق كامل يوم الجمعة والسبت والناس بقى قعدت تعمل شير للفيديو وفلانة تكلم علانة وعلانة تكلم فلان وفلان يتكلم علان والحقو ده الحكومة عاملة حظرة جوال الحقو ده مفيش مواصلات اللي هيتأخر بعد الساعة تسعة مش هيعرف يروح بيته الموضوع بكل بساطة ويسر ان الفيديو ده من السنة اللي فاتت الوضع في مصر دلوقتي مش محتاج او الحكومة ارتقت انه مش محتاج ان احنا نعمل حظرة تجول واغلاق كامل او اغلاق جزئي كل اللي تم اتخاذه حتى الان هو ان الاماكن هتقفل الساعة تسعة كل المحلات هتقفل الساعة تسعة معادة المحلات اللي بتقدم الاكل وحيتم التعامل معاها من خارج حدود المحل او المطعم يعني حضرت تروح المطعم تقف بره وتطلب او تطلب ديليفري السوبر ماركتات فتحة الدكاكين فتحة الاكل والشرب لكن مفيش محلات قعدة جواها مفيش مولات مفيش محلات لبس كل حاجات دي هتبقى قفلة بعد الساعة تسعة نقطة تانية كمان ان الجناين هيبقى ممنوع القعدة فيها ممنوع التجمعات اي حفلات او اي فعاليات ممنوعة اي شواطئ هتكون مقفولة ده القرار لحد دلوقتي يعني خلونا يعني ايه نأمل كده ان الموضوع يوقف لحد الحتة دي احنا ملتزمناش كلنا ملتزمناش فوصلنا للعدد اللي احنا وصلنا له لو فضلنا مش ملتزمين الله اعلم ممكن يحصل زيادة عن كده ايه الله اعلم مستشار نادر ساعد متحدث الرسم اسمه مجلس الوزراء قال محدش عارف بعد اسبوعين حيتم النظر في هذه الاجراءات يعني حيتم النظر في هذه الاجراءات يعني يا حتستمر يا حتتلغي يا حتزيد مين اللي حيقرر ده انا بقولها لحضراتكو كده بكل صراحة مش الحكومة اللي حتقرر ده احنا اللي حنقرر ده احنا عايزين الموضوع يستمر ولا يخف ولا يزيد معدل الاصابات في ايدينا احنا مش في ايدينا الحكومة الحكومة بالتأكيد مش عايزة تقفل وتعطل شغل الناس لكن لو اضطرت انها تقفل هتقفل لكن لحد دلوقتي الفيديو اللي على السوشيال ميديا مش حقيقي الفيديو ده من السنة اللي فاتت الاجراءات تبتدى تنفيذها مبارح وحتستمر لمدة اسبوعين يعني اليوم واحد وعشرين مايو